رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ العسواني مساء اليوم إلى أبيتجان عاصمة جمهورية كوتيفار للمشاركة في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر ياطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجفاف وكان في استقبال رئيس الجمهورية في مطار أبيتجان الدولي الوزير الأولى لأفوري سيد باتريك أشي وسعادة سفرنا في جمهورية كوتيفار سيد محمد عبدالله والخطرة وممثلون عن جاليتنا في هذا البلد الصديق وأجرى رئيس الجمهورية في قاعة الشرف بالمطار مباحثات مع الوزير الأول لأفوري تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها كما تطرقت للقضايا ذات الاهتمام المشترك ولدى خروجه من المطار متوجها إلى مقر إقامته كان رئيس الجمهورية موضع استقبال حار من قبل جاليتنا في كوتيفار رفعت خلاله الأعلام الوطنية مراحبة بالزيارة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر